أين إبراهيم رئيسي بمنصب المدعي العام لإيران في عام 2014 وبعد ذلك تولى منصب رئيس السلطة القضائية في عام 2019 ويعد شخصية مقربة من المرشد الأعلى علي خامني وينتسب رئيسي إلى التيار المحافظ المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الولايات المتحدة وانتقاده للاتفاق النووي الإيراني لكن الرئيسي أكد خلال الانتخابات أنه في حال فوزه سيشكل حكومة قوية لحماية الاتفاق ومع ذلك فإن حكومة رئيسي لن تتفاوض بشأن ملفات أخرى مثل الصواريخ والنفوذ الإقليمي وغيرها من القضايا ويرى محللون أنه بالنظر لمواقف رئيسي المتشددة تجاه الولايات المتحدة فإن العلاقات الثنائية خلال فترة رئاسته لن تشهد انفراجة ملموسة مشيرين إلى أن رئيسي سواجه العديد من ملفات الشائكة بعد توليه منصبه ولعل أبرزها تنشيط الاقتصاد الإيراني وحل مشكلة التضخم والعمل على السيطرة على تفشي الوباء الذي لا يزال قويا في إيران والسعي للتخلص من العقوبات الأمريكية التي تعد المشكلة الأساسية التي يواجهها رئيسي لأنها تعيق انتعاش الاقتصاد الإيراني وتشلح حركة نمو البلاد وتزيد من ضغوط الحياة عن المواطن الإيراني وهما يجعل البلاد أكثر عرضة للوباء